اشتركوا في القناة في برج الجدي ورح يرجع للحركة الامامية كمان عنا انتقال القمر اللي رح ينتقل من العقرب لانه احنا الان في فترة خلوم مسار ورح ينتقل لبرج القوس القمر الان موجود في منزلة الشولة في برج العقرب وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعة 12 و 51 دقيقة من بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الثلاثاء على الاربعاء وبعدها بده ينتقل لمنزلة النعائم وهي منزلة للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الان ما زال موجود في برج العقرب احنا منبث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينيتش يعني ضايله ثلاث ساعات ونص تقريبا لا ينتقل ويستقر في برج القوس يعني احنا في فترة خلوم مسار مبارح ذكرنا انه في زاوية رح تتشكل الساعة ثنتين و 26 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش اللي هو من مساء اليوم الثلاثاء هاي الزاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو وحكينا انها رح تستمر تأثيراتها لغاية صباح يوم الاربعة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة لخلو المسار طبعا هو احنا منحكي ثنتين و 26 دقيقة عصرا اما بموعد بث الحلقة هو ضايلها 26 دقيقة وبيبدأ خلو المسار ولكن عشان يكون اوضح الموضوع فاحنا الان رح نبدأ في مرحلة خلو المسار ورح يستمر خلو المسار للساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس عشان هيك احنا رح نحكي على انه انتقل لبرج القوس هذا بيعني انه للفترة المذكورة اللي هي ما بين الثنتين ونص لغاية الخمس ونص فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر الساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلص بكون انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك منشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحل ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما منويل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية رح تتشكل اللي هي الساعة 11.40 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء برضو ذكرناها يوم امس هي زاوية تتليت ايجابية بين القمر وبين المشتري يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات الظهر تقريبا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية اقتران سلبية طبعا في الايام الماضية كنت اول يعني خربطت في يوم ايجابية فبعض الاشخاص احتجوا يعني ليش بحكي ايجابية او بحكي اثار سلبية خربطت يا جماعة الخير عادي يعني زاوية الاقتران السلبية راح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا راح تستمر لغاية اثنان وعشرين واحد ذروتها يوم ثمنتعش واحد طبعا بتثور اعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن بيتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية او خارجية وقيام حكومة ما بالتعبئة ضد بعض الجمعات الارهابية اللي بتحاول زعزعات الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية اما بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المدريخ وهاي رح تكون طبعا ذروتها الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم طبعا اللي هو انتهاء تراجع عطارد اللي له تقريبا بحدود الثلاث اسابيع بتراجع طبعا رح ينهي عملية التراجع اليوم ساعة وحدة واثناشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ورح يرجع للحركة الامامية ولكنه رح يظل موجود في برج الجدي يعني رح يرجع للحركة الامامية في برج الجدي ورح يظل في برج الجدي لغاية يوم 11.02 الساعة 11.22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل عطارد بعديها لبرج الدلو طبعا تأثيرات التراجع احنا حكينا دائما لما ببدأ التراجع وبانتهي التراجع دائما قبل ثلاث ايام وبعد ثلاث ايام بتظل تأثيرات التراجع موجودة ولكنها اقل بكثير من حدية التراجع ويعني الاثار للتراجع بتستمر لغاية يوم 21.01 رح يشعر موليد برج الدلو خلال السابيع الثلاثة المذكورة بقوة الفكر والادراك الجيد للامور والرغبة في المطالعة والدراسة واجراء اتصالاتهم او القيام بسفريات ضرورية وبيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج الترابية والمائية اي الثور والعذراء والصرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه وطار ساعة ولادته في برج الجديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تسعة تاش واحد بيبدأ في تمام الساعة عشرة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وحداشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بيصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في القوس حتى يوم تسعة تاش واحد سعيد الآن بنسبة خمسة وعشر في المية في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات العصر برجع سعيد بنسبة عشر في المية في ساعات المساء بيصير يعني منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الجديد حتى يوم اتناش اتنين منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 50% المريق في الجوزاء حتى يوم 25.3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7.3 سعيد بنسبة 15% أرانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة وطبعا الدراسة الجامعية تحديدا هم أكثر المستفيدون بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم اليوم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة الأجواء جيدة وممتازة جدا فيها كثير من المكاسب اليوم فلازم تستغلوها بشكل جيد وممكن تطلقوا إشارة أو خبر يعني الفترة هاي فيها نشاط عالي جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبع بدأت مرحلة أحسن من الفترة الماضية لأن القمر اتحرك من البيت السابع للبيت الثامن فهنا التركيز رح يكون اليوم على الأمور المالية فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة حسنوا أداءكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات وحاولوا إيجاد حل وسط لأي أمر مالي حذروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسيين قاسيين مع أحباكم وما تهملوا واجباتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما هذا اليوم يعتبر دو شقين الشق الأول الإيجابي مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن يعني بتكون تنتبهوا لأنه في زاوية جاية على الطريق صعبة شوي ما بين الزهرة وأورانوس فبتكون تتجنبوا الغضب والانفعال مع الأحبة وبرضو مع غيرهم وما تخلي أي شخص يستفزك حاول أنك برضو تحمي نفسك من أي مواجهة تحط عليك علامات استفهام أو تشويه سمعة عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر بدك تكون تحسن التصرف وتحامل على نفسك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغداءكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منك للموعيد طبعا التركيز اليوم رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك برضو بدك تهتم بصحتك بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن وصل للبيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة على المستوى العاطفي على مستوى هواية ممارزة هواية أو أمور التجميل اللبس الهندام وما بيتخلى الحظ المالي عنكم أيضا بترتفع المعنويات وبتكون أنت اليوم بكامل طاقتك عشان هيك بدك تكون برضو أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل العائلية أو البيتية وبتكثر عندك شوي بعض الضغوط والمتاعب بسبب العصبية أو الحدية بالطباع أو بتقلب المزاج تعتبر هاي فترة فيها نوع من التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران نشاط عالي واتصالات كثيف اليوم وتحركات ومعنى طاقة ممتازة بناسبك تكثيف التحركات اليوم وعندك قدرة على الإقناع عالي جدا وممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة تعتبر فترة إيجابية لازم تستغلها برج العقرب اليوم التركيز كله رح يكون على الأمور المالية وبرضو اليوم بيفتح لك فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن بعضكم أو بعض موليد برج العقرب يخططوا لمرحلة جديدة أو يحددوا أولويات أو ميزانية مالية لشيء معين بعضهم برضو من موليد برج العقرب ممكن يطلقوا هدية أو يقدموا على استثمار رغم أني ما بنصح بالفترة هاي الإقدام على الاستثمارات إلا إذا بيركزوا بشكل جيد وممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية طبعا القمر بمن وصل لعندكم معناته بداية مرحلة أو فترة ممتازة جدا بالنسبة لعائلكم أفضل من الفترة الماضية لأنها ضغطت عليكم بشكل كبير الفترة هاي بتطلعك على خبر بيكون هذا الخبر بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة ممكن بشرة لا شيء معين أو رد على موضوع معين فترة ناشطة وحماسية ممكن تطلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب يعني فترة يوميا فيهن ضغط علي أعصابكم بتكو تتحملوهم وتمشوهم بشكل روتيني وحاول إنك تستريح في الأوقات اللي في مجال إنك تستريح فيها وما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف وطيرة عملك شوي اعمل بس الأشياء الروتينية أو المهمة جدا وما تحسم أي أمر وما تجازف أو ما تنجرف كمان وراء أفكارك السودة وهواجسك لأنه شوي عندك بعض الوسواس بيشتغل في الفترة هاي برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم اليوم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة وبانتظارك اليوم برضو لقاء أو موعد أو معني هذا الموعد ممكن يكون ناجح ومميز إذا استغليته بشكل جيد أهمش إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق ما في داعي اليوم إنك تكون عصبي وتفرض سلطتك على الأشخاص اللي حواليك بالعكس استفيد من علاقاتك الاجتماعية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا برضو بينجحوا بالدفع بمصالحهم وعلاقاتهم مع المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم راح تغار على مصالحك وهذه الفترة هي فترة بيت السمعة فعشان هيك ما في أي مجال للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين ممكن هاي الفترة شوي تعطيك دافع إيجابي أو ممكن تعطيك دافع سلبي فعشان هيك بدك تكون مستعد وتعرف تحدد أولوياتك بشكل جيد عشان تحصل المكاسب ثم هي فترة ثقيلة على الأعصاب يومين وبعدين القمر بريحك شوي فأهم إشي أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر